رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا يقول مقيم في الرياض أريد الحج هذا العام حج الفريضة فطلبت مني الحملة أن أختم ورقة التصريح من الكفيل ولكن الكفيل رفض أن يختم لي هذا التصريح سؤاله هل يجوز لي أن أحج حج الفريضة بدون تصريح وأن أذهب للحج في هذا الوضع أنت أجيل أنت أجيل لا تحد إلا بإذن المستاجر لأن وقتك مستحق للمستاجر ولا بد أن يأذن لك فإذا لم يأذن لك فأنت معذور لا تستطيع الحج معذور بهذا